اشتركوا في القناة المعايير وكفاء المعاملة والتعليق والتناول الكل هم يتقلبوا حسب الاسم اللي باش نطبقوهم عليه يظهر لي ما فاما حتى حد في تونس فاتتوا البوليميك الكبيرة حول الكتاب اللي اصدروا المغني نور شيبة عدد كبير من المثقفين او على الاقل اللي قد مروحهم كمثقفين تقلقوا كفاء فنان استعراضي يقتحم عليهم الصالون متاع كتاب العصر اللي اشتر اصداراتهم تشريه وزارة الثقافة وفهمها صنف ثاني من المنتقدين من الشعب الكريم اللي ينفي على نور شيبة حقه في انواج بد ورقة وسطيله ويخانط باللي يظهر له وينشره عليش بكري نحكي على ازدواجية في المعايير على خاطر هذا الشعب الكريم المتقلق برشا على الكتب والادب والمطالعة يقرأ حسب المعهد الوطني الاحصاء في تقريبا نصف كتاب في السنة كيف شفت البوليميك قلت يا خي من وقت ايش شعبنا الكريم ولا عندو هاش شغف هذا الكل بالمطالعة وبالاداب وبالاصدارات الجديدة خاطر انا اخر مرة خليتو شعب ما عندو حتى مشكل باش يطايش الامور هذي الكل في الزبلة وكان اغسر روح ويقرأ مد ام بلوها متاع مكينة ولا نوتيس متاع دواء ولا ولا توا ما تقلق على الذوق العام من ناحية اخرى هك المثقفين اللي يحكيوا ببرشا بالفخانسي وعندهم دي غفغانس وما دارك وما عارفة نحب نشوف شنو رد الفعل متاعكم على الاعلان يوم السبت اللي المعرض الدولي للكتاب بتونس تم تأجيله الى تاريخ وما كان ما همش معروفين لليوم عاي وينكم عادة في الموضوع هذا وينكم في محاولة تفهم علاش يتم تأجيل الدورة متاع السناء بالسهولة هذي وخاصة لاسباب مجهولة تماما ولو انه عن فكرة عليها على الاقل للي بعيد على اجواء الثقافة والناس الفينو الضرب في نورشيبة سهل اما في الوزارة نولي الحيط الحيط على خطره او الكليون دون الحديث على الدعم وشي سير فيه وبره ما يتعملش معرض الكتاب شنون مشكل اهم حاجة هو ان نحميو البتين ده متاع الكتابة الادبية من ناس كي ما نورشيبة نخيبو النفاق وتظهركم هكا بالمعرفة للمحافظة على بعض الامتيازات البالية دور النشر في حالة يرثى لها عدد الادباء التوانسة ماشي وينقص مشاكل بالجملة في قطاع منكوب زددت نحاط الدورة السنوية متاع ماركد الكتاب اللي كانت المتنفس متاع هذوم الكل اما انتم متقلقين من نورشيبة في الاخير الواحد يقول بلكش نستحقه اللي احنا فيها موسيقى 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 شكرا على الكوتجول انا تأجيل هذه الدورة من معرض الكتاب يفكرني ولو مش لنفس الاسباب في الغاء ايام قرطاج السينمائي لانو نعرف كذلك بالنسبة للكتاب كما بالنسبة للافلام بين ظفرين هي ميصر صحيح هو حدث ثقافي بامتياز والمعطى الثقافي هو اللي تاغي عليه ولكن فما مبيعات كما كيف كيف في الافلام فما عرض وفما سوق كاملة فما الناس بدت تحاضر في روح على المعرض الكتاب المسيبالي فما الناس بديت تصرف وتحاضر في روحها موسيقى وجهها انت اخر تقيقة ساعة تحطلها معرض الكتاب مع معرض العروسة اه فرد 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 اللي ما فهمناه منه حتى شيء وبعد تعمل هكا تنحيلهم معرض الكتاب وشي قولك خطر المعرض ما هوش عنده مشكل اه وشي قولك ليه معنيها فما حتى واضحة يعني لليوم بانشور ما تخسرش علينا الوزارة اه وعليش بتخسر علينا اكسبيكاشن وتأجيل الى تاريخ غير محدد تأجيل ومكان غير محدد معنتها يشبه بارشا للالغاء الحقيقة نورمال ما تأجيل حتى باش حتى باش طمن الناس وباش طمن دور النشر وكذا تقول راه وصار تأجيل للسبب لفلاني الى اليوم لفلاني على اقل كيما قالت ياجر حتى اللي بداي يحذر روحه وكبتيحة بتكربسه نزلت عنده دات اخرى ينجمي يحذر روحه لها ولكن هذا ما صارش هذا ما صارش وسمحني وريد هذا ما صارش لحقيقة انا مريتش حاجة كبيرة ما انشفت بكلكو بوست متاع بعض دور النشر زادة اللي تحسبوا يظهر لي على اصواب عيد واحدة اللي هبتوا على هبتوا يعني على الغضب متاحهم وقالوا اللي لو عندهم عندهم برامج متاع نشر وعندهم بروغرام ديديسيون كامل دخل بعضه حتى نعرفوا اللي يفهمها برشا كتب تخرج بمناسبة المعرض الدولي للكتاب دونك ببرنامج كامل لدخل بعضه عما في غير هذا مريتش لا من الكتاب لا من الأدباء لا من الناس هذي اللي حكيت لكلها على نورشيبة لو يحتفهم تقلق من المسألة هذه احنا نهار الجمعة كانت تذكر مروين حكينا على وضعية الملاعب في تونس وكيفاش معناش ملاعب وهذا يأثر بدرجة كبيرة على مستوى العام تاع الرياضة الرياضة والبطولة في تونس ما عناش سبب رسمي لتأجيل هذه الدورة ولكن يبدو كما قالت هاجر وانا بدي سمعت منين سمعت هي اللي يبدو فما مشاكل تنظيمية فيما يخص الفضاء المعارض اخرى اي في الفضاء اللي يحتظن هذا المعرض فما حسب كان لمه المعلومات الكلة فان معلومات ما سمعنا فما سبب لوله انه فما معرض العروسة في نفس الوقت الزام فما زادة اه الفضاء معادش فضاء لمعارض اذك منتع الكرم معادش مطابقااااااااا للمواصفات الالامن خاصة في ما يخص الحماية المدنية يبدو انه كانت عند فما حاجة فما حويجي زي مم يتصلح وفما حويجي وكانت فما زادة كان بش تعمل معرض للحيرافيين والصناعات التقليدية وكان تم الغاؤه في مرحلة اولى يخيل الحيرافيين وجميع الصناعات التقليدية عن طريق وسائل الاعلام عبروا على الغضب بمتاحهم وفسروا انه رأوا ذكا مو ناس بيعيشوا بها عام كامل يا اخي بلدية تونس اعطات ترخيص استثنائي بش يتعمل المعرض هذاك يظهر لي تاوى نفس الاسبت فمشكول يقولي النشرين احتجوا رأو ما حابوش معناها يصير معرض الكتاب بنفس الوقت مع معرض العروسة علما وانه حتى تقنيا معرض الكتاب الفضاء غير كافي فما بالك نزيده النقص من الفضاء هذاك بش نعطيه لأي عرض ايش بدنا معرض العروسة من نجم يكون اي معرض اخر ما تنجمش حتى تقنيا مهوش ايه ما تجيش ما تجيش معرض الكتاب انت نجم ونعملو حويج حويج يقربو لبعضهم مش معرض العروسة ومعرض الكتاب مع بعضهم نجيب محفوظ ومكياج ليه ها ما تركب بشري ما تجيش على بعض ها ما تجيش على شكرا